السؤال بعد كده سؤال من حساب احمد حجاج بيقول علي النوم على البطن حرام ولا حلال احنا عندنا الناهي لما يتعلق بالعادات الناهي لما يتعلق بالعادات او الامر يتعلق بالعادات الناهي المتعلق بالعادات بينزل الى درجة الايه الى درجة الكراه والامر الذي يتعلق بالعادات بينزل الى درجة الناد فده مكروه ان الانسان ينام كده ده إذا كان لغير حاجة يعني لغير حاجة إيه في ناس بيبقوا عندهم أمراض مضطرين إنهم يناموا هذه النوم أنا شفتي ناس من شدة معدم فهمهم للدين والشريعة يمتنعون عن تنفيذ أوامر الأطباء حتى لو كان ده بأمر الطبيب فلا لا ده نوع من أنواع التشدد والغلو ولذلك هذه النوم على البطن دهوة نوع الأفضل ما نعملهوش ولو عمله الإنسان ما يبقاش وقع في إثم وقع في حرم ولكن ده إحنا جرى علينا العادة كمان إن إحنا ما بنحبش ده ونبنقدب أولادنا ونبنرب أولادنا على اتباع سنة حضرت النبي واتباع الأمر المعتاد فبنقول له لا بس ليس معنا أن نقول له لا إن إحنا نجي نقول له والله اللي أنت عملته ده حرام يبقى ده شيء مهم لازم نلتفت إليه